موسيقى طبعا جلالة الملك عبدالله الثاني الشعب الأردني تجاه الموقف من سوريا مؤكدا أنه لا داعي للقلق والخوف من تداعيات الأزمة فالأردن قوي وقادر على مواجهة أي تداعيات لحماية مصالحه وأمنه جاء ذلك خلال زيارة قام بها جلالته إلى رئاسة الوزراء موجها الحكومة لوضع خطة تنفيذية عملية ضمن إطار زمني لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن مجلس الوزراء أقر التعديلات على مسودة مشروع قانون محكمة أمن الدولة وأرسلها إلى مجلس النواب لتمر بقنواتها الدستورية وأوضح خلال مؤتمر الزحفي أن نشطاء الحراك الشعبي بعد تعديلات القانون سيحاكمون في محكمة أمن الدولة ولكن من قبل قضاة مدنيين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن قوات المعارضة السورية هي من استعمل أسلحة كيميائية بغرض التحريض على تدخل أمريكي مضيفا أن لا أحد يشك أنه جرى استخدام غاز سام ولكن توجد كافة الأسباب للاعتقاد أن الغاز السام لم يستعمل من قبل الجيش ودع بوتين الولايات المتحدة لانتهاز فرصة رغبة الحكومة السورية في وضع ترسانتها الكيميائية تحت إشراف دولي كي يتم تدميرها لاحقا بناء على اقتراح موسكو عقب يوم من المواجهات العنيفة منعت سلطات الاحتلال صباح اليوم المقدسيين مما انتقلوا أعمارهم عن خمسين عاما من دخول المسجد الأقصى بما سمحت للمستوطنين اليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى باحات المسجد دون قيود يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه تهديدات المستوطنين بالتزامن مع احتفالاتهم بما يسمى عيد الغفران اشتركوا في القناة